اشتركوا في القناة وإرساله بالإنجيل كتاب من الله عز وجل بدأت تعدد معاجزه الأدلة على أنه مرسل من الله تعالى فبعد أن قال ويعلمه التوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يقول بعد ذكر الرسالة أني قد جئتكم بآية من ربكم يبث يذكر معاجزه إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين المعاجز المذكورة هنا التي أتى بها عيسى عليه السلام أربعة أولا خلق الطير الثاني إبراء الأكمه والأبرص الثالث إحياء الموتى والرابع يخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون في بيوتهم وثلاث منها سيكررها القرآن الكريم في سورة المائدة يقول عز وجل هناك وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن من دون أن يذكر تنبئهم بما يأكلون وما يدخرون هذه لم تذكر في سورة المائدة النقطة الأولى أنه كأن الآيات أربعة أربعة لكن بدأت إني قد جئتكم بآية كأنه واحد آية واحد هو شنه هو ذكر أربعة في الواقع فليش قال آية مع أنه كأن الطبيعي يقول جئتكم بآيات في الواقع مو أنه آية واحدة في اللغة يقال هنا مقصود الجنس كأنه يريد أن يقول جئتكم بالدليل بدل ما يقول جئتكم بالدليل والدليل يتكون من أربع أقسام قال جئتكم بآية فمقصود كلمة آية هنا مرادف للدليل قصد جنسه فجئتكم بالدليل الدليل مما يتكون يتكون من أربعة أجزاء مثلا لكنه كله دليل على شيء واحد وهو نبوة صدق نبوة المسيح عليه السلام قيل أن المقصود هذا بآية نعم قرأ بالشواذ نقل عن ابن مسعود بل قالوا أنه في مصحف ابن مسعود أنه كان يقرأها جئتكم بآيات وأيضا في النهاية إن في ذلك لآيات لكم كان ابن مسعود يقرأها بهذا النحو في الواقع هذه النقطة الأولى أما كلمة الهيئة أخلق لكم من الطين طبعا الكلمة الأساسية أخلق لكن أريد أن أجلها كلمة هيئة هي الصورة فنقول حينما يقول أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني كصورة الطير شكل الطير فالمقصود بالهيئة الصورة والشكل في الواقع تبر يعني تشفي الأكمة قيل الأعمى وقيل لا خصوص الذي يولد أعمى مو كل أعمى يعني اللي يكون بصير بعدين يصيب شيء بعين يصير أعمى ما يقول لا أكمى فقط الذي يولد أعمى يقال له أكمى قيل الأمران يعني قيل كأنه مطلق الأعمى وخصوص من يولد أعمى والأبرص مرض تعرفونه يعني إنسان يصاب بداء البرص داء يصيب الجلد تظهر منه بقع بيضاء على الجلد يقولون إذا كانت البقع عميقة غائرة كما يقولون يسمى برص إذا كان السطحية يسمونه بهق العربية البهق ما يقولوا لبرص في الواقع قيل هناك فرقين في الواقع أما أنبئكم يعني أخبركم تدخرون يعني تخزنون وتخبئون في منزلكم بما تدخرون يعني تخبئون وتخزنون في منزلكم أما الخلق إني أخلق لكم من الضين هنا المتبادر عادة إلى أذهاننا أن الخلق أمر ينفرد به الله عز وجل الله هو الذي يخلق لكن هذا صحيح صحيح إذا قلنا الخلق معناه الإبداع والإيجاد من عدم الإيجاد من عدم لا يستطيع أحد غير الله عز وجل إذا كان المقصود بخلق هذا لكن هل في اللغة العربية الخلق فقط تطلق على هذه الحالة يعني على الإيجاد من عدم ولا لا يقولوا لا الخلق في اللغة العربية يطلق على التصوير على التقدير يعني مجرد التصوير والتقدير يقال له خلق أو قل مجرد الصنع أنت إذا تصنع تقول خلقت مجرد الصنع حتى لو لم يكن من عدم وعلى الأساس ممكن نقول هذه الاختراعات هي الصنع في الواقع نعم الشيء الذي هو بمعنى الإبداع من عدم واضح لله ولذا يعني واضح أنه قصد المعنى الآخر الإبداع من عدم حينما قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يعني فقط الخلق بمعنى الإبداع والإيجاد من عدم شغل الله ما حد لا دخل أما بالمعنى الأول وهو مجرد الصنع والتصوير يجب أن نحمل عليه قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء يعني بعد مو من عدم تخلقون إفكاء يعني تصنعون تماثيل فإذن هنا تخلقون بمعنى تصنعون وليس بمعنى الإيجاد من عدم وتخلقون إفكاء أي تصنعون إفكاء مو أكثر من هذا مو أنه تخلقون بمعنى من عدم أنتم تجدون التمثال لا من التمر من التراب من خشب تصنعون تمثالا فتخلقون فتخلقون هنا ليست بالمعنى الذي يقصد به الله عز وجل وكذلك قيل في تبارك الله أحسن الخالقين فقيل هنا أحسن الخالقين المقصود أحسن المصورين وليس الخلق من عدم بدليل أنه صار وايدين وماكن إلا خالق واحد الخلق من عدم فقط الله عز وجل فليش يقول خالقين إذن يقصد المصورين يقصد الصانعين أحسن من يصور الله أنت إذا سوي أحسن ولا الله يصور أحسن أحسن الخالقين المصورين هو الله عز وجل كقوله يعني هنا الآية ستكون كقوله وصوركم فأحسن صوركم بهذا المعنى سيكون أريد أن أقول التصوير والتشكيل يستطيع عليه غير الله وبذلك بأن المقصود التصوير والتقدير فسره القمي من قدماء علمائنا فقال معنى أخلق أي أقدر وهو خلق تقدير مخلق إبداع من عدم يعني الطبرس أيضا يقول في ذيل فتبارك الله أحسن الخالقين يقول وأصل الخلق التقدير يقال خلقت الأديم الأديم يعني الجلد العرب يقولون خلقت الأديم أي قسته لتقطيعه حتى أسوي ثوب فمجرد الخياط يقال خلق الأديم الخياط يعني يعني بدأ يقصه ويجهز ويصورك كي ينفع أن يكون ملبسا يعني وقال حذيفة ثم الطبرس ينقل عن حذيفة حذيفة خير الصانعين فكل بمعنى ليس الخلق بمعنى الإبداع والإيجاد من عدم بمعنى التصوير ثم قال وفي هذا دليل على أن اسم الخلق قد يطلق على فعل غير الله عز وجل والآية يبدو أنها في هذا السياق ما أريد أن أقوله أن الآيات في هذا السياق لأنه شنو معنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني أصنع تمثال من الطير أو تمثال حتى أن أقدر أصنع تمثال من الطير يعني الآية لا تتكلم عن أكثر من هذا أخلقوا يعني أصنع لكم تمثالا من الطير لكن وين المعجز مو في أنه يصنع التمثال من الطير المعجز فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فإذن هنا الخلق ليس بمعناه المعروف سيكون سيكون بمعنى الصنة اللي في قوله وتخلقون إفكا تصنعون إفكا فهنا بهذا المعنى اللغوي استعملت ليس أكثر من ذلك والمعجز ليس في هذا إنما المعجز فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هذا الشيء أعتقد قد يكون سياق الآيات تفيده ونعم هناك رواية نجدها في توحيد الصدوق يرويها عن الرضا عليه السلام ظاهره كأنه ينسب الخلق بالمعنى الخاص بالله إلى عيسى عليه السلام يعني خلاف الآية خلاف ظاهر الآية إن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم كأنه الإمام الرضا ينسبه إلى المسيح عليه السلام الرواية عن الفتح بن يزيد الجرجاني طبعا إذا بتكلم عن فتح فتح عالم كلامه من الدرجة الأولى كان وإن كان لا يبرز هذا في علم الرجال لكن رواياته تبرز خصوص أسئلته للإمام الرضا تبرز شخصية علمية خاصة يقول يخاطب الرضا عليه السلام قلت جعلت في داك وغير الخالق الجليل خالق غير الله أكو خالق قال إن الله تبارك وتعالى يقول الجواب للإمام الرضا تبارك الله أحسن الخالقين فقد أخبر أن في عباده خالقين منهم عيسى بن مريم خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طيرا بإذن الله ثم أضاف شيء قريب الإمام قال والسامري سامري خلق والسامري خلق لهم عجلا جسدا له خوار أنا أعتقد أن الإمام لا يريد أن يسأنت يعني فهمي للرواية أن الإمام لا يريد أن يستفيد من كلمة الخلق لأن كلمة الخلق مو موجودة في قصة السامري كلمة الخلق مو موجودة في قصة السامري دور قصة ما فيها كلمة خلق في قصة السامري اكو عبارة اخرى اكو تعبير اخر في القرآن الكريم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي اذن مسيح اوجد الحياة في الطير الطين بسبب النفخ اما السامري اوجد الحياة مو بسبب النفخ بسبب النبذ يقول قبضت قبضة من اثر الرسول يبدو كما في بعض الروايات انه الفرس اللي كان يركب جبريل قدر يحصل شيء من اثره هذا الفرس اللي كان يركب خدا ورماه في العجل الذي صنعه من الذهب فتحول الى عجل له خوار ما فيها كلمة خلق في الواقع فاذن الامام يريد ان يقول ان كلمة الخلق لا يريد يقول بالضرورة ان كلمة الخلق المنسوبة الى المسيح تستفاد من اخلق لكم من الطين لا من النفخ فنفخ عيسى يفيد الخلق او نبذ السامري يفيد الخلق في الواقع الخلق بالمعنى اللي عند الله عز وجل اعتقد انه فهذا ما يتنافى مع ان الآية تحدثت عن الخلق ليس بالمعنى الخاص بالله نعم النفخ الذي يحيي الطين الذي مصنوع من الطير هو خاص بالله ولم يحدث ولم يستطيع عليه المسيح الا باذن الله عز وجل الله اذن له فاستطاع كذلك السامري لم يستطع الا بان الله اذن ان الاثر الرسول المنبوذ في العجل يحوله الى حي وسبحان الله السائل بعدين يسأل الامام رضا السؤال عجب يقول عجب الله يقول الله من هنا يعلم المسيح يعني يخليه ينفخ حتى يصير دليل على الحق يعني يعلمه حتى يصير دليل يعني اختبار يصير اختبار وفتنة للظلالة عكس بعض يعني هناك سير السامري فتنة الظلالة هنا يصير المسيح يعني وإحيائه للطين أو للطير علامة الحق الواقع لذا الطبرس يفسر يقول فأنفخ فيه أي في الطير المقدر من الطين وقال في موضع آخر في سورة المائدة أنفخ فيها شنو الفرق يصير هنا يقول في الطير فيه في الطير فيها في الهيئة أنفخ في هذا الشكل فأرجع الضمير إلى هيئة المقدرة للطير فيكون طيرا بإذن الله وقدرته وقدرته عفوا بإذن الله وقدرته وقيل بأمر الله وإنما وصل قوله بإذن الله يعني ليش وصل القولين بقوله فيكون طيرا ليش قال فيكون طيرا بإذن الله لأن تصور الطير على هيئة طين على هيئة الطير والنفق فيه مما لا يدخل تحت مقدور العباد أما جعل الطين طيرا حتى يكون لحما ودما وخلقا فهذا لا يخبر عليه العباد يقول الطين العباد يقدرون يسوون الطين فعندنا وائد فنانين يسوون تماثيل حلوة هذا سهل لكن الشيء الذي لا يستطيع عليه العباد هو أن ينفخ فيتحول إلى حي لذا ربطه الطبرسي يقول ربطه بإذن الله فقال فيكون طيرا بإذن الله في الواقع ليعلم أنه من فعله تعالى وليس بفعل العيسى وفي التفسير أنه صنع الكلام للطبرسي وفي التفسير أنه صنع من الطين كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طائرا إذن الطير اللي سوى هو الخفاش طبعا وفق هذا اللي ينقل طبعا في رواياتنا هل أكو كلمة الخفاش فقط رواية واحدة يرويها الخصال الصدوق في الخصال عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائع عن أبيه قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن آبائه يعني ينتهي إلى الحسين عليه السلام أنه يقول الحسين كان علي بن أبي طالب بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له أخبرني عن ستة لم يركضوا في رحم ست مخلوقات الله خلقهم ما كانوا من رحم شنو هما فقال آدم حواء كبش إبراهيم وفديناه بذبح عظيم عصى موسى تحول إلى حية مو من رحم ناقة صالح خمسة السادسة الخفاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار بإذن الله عز وجل هذا السادس الخفاش هذه الرواية موجودة عندنا طبعا إذا بتكلم من الناحية الرجالية عبد الله بن أحمد بن عامر الطائعي ينقل كتاب أبوه وهذا الكتاب موجود بعنوان صحيفة الرضا كلها روايات عن الرضا عليه السلام ويبدو أنه الأب أحمد بن عامر سني أو زيدي لأن علامة السنية والزيدي أنه يقول عن أبيه عن أبيه عن أبيه مثل الشيعي الشيعي يقول عن الصادق ويقول عن هذا لا يركز أنه عن أبيه عن إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين فهو إما سني أو زيدي على الأقل يكون أحمد بن عامر وصاحب كتاب والكتاب مطبوع بعنوان صحيفة الرضا أكو نسخة عندنا الإمامية وأكو نسخة مخطوطة عند الزيدية الأصل الكتاب لكن طبعا اللطيف أن هذا المقطع مو موجود في المطبوع يعني كأنه شيء مفقود من الكتاب لكن فقط هو حفظ في هذا الكتاب كتاب الخصال على هذا الأساس يقول المجلسي المشهور بين المفسرين من الخاصة والعامة أن الطير هو الخفاش قال أبو الليث ويقصد بأبي الليث السمرقندي صاحب تفسير وموجود تفسير مطبوع يقول في تفسيره واضح أنه ما اعتمد على رواية شيعية ما عند رواية شيعية إلا عندنا هاي اللي منقولة عن إن الناس سألوا عيسى على وجه التعنت فقالوا له أخلق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كنت من الصادقين فأخذ طينا وجعل خفاشا ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض وكانت تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله عز وجل مقصود يعني نفخ الروح من الله عز وجل ويقال إنما طلبوا منه خلق خفاشا لأنه أعجب ليش قالوا الخفاشا لأنه أصعب أعجب الطيور البادية بسيطة أما الطير المعقد هذا اللي من لحم وجلد ويطير فطلبوا منه شيء صعب في الواقع لأنه أعجب من سائر الخلق ومن عجائبه أنه دم ولحم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور ويكون له ضرع ويخرج منه اللبن ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل يقول لا بالنهار يشوف ولا في ظلمة الليل يعني المتة يشوف يقول وإنما يرى في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة يعني بين الظلمة يقول بس هالساعة يشوف فيها هذا التفسير قبل أن يسفر جدا فلما رأوا ذلك منه ضحكوا وقالوا هذا سحر مبين هذا اللي سويت السحر ما نؤمن فيك في الواقع طبعا هناك خبر آخر عند مصادر أهل السنة مروي عن ابن اسحاق حاصله أن عيسى جلس مع ظلمان صبية الكتاب فأخذ طينا كأنه يلعب أو يونسهم شيء يسوها صيغة قال أجعل لكم من هذا الطين طائرة إلى أن يقول نعم ويسوي طين لكن هذه المعجزة لم تذكر في كتب النصارى لم تذكر في أناجل النصارى إلا ما قيل أنه مروي أو منقول ويبدو بالصيغة اللي نقلها ابن اسحاق يعني طبري عن ابن اسحاق أنه قاعد في كتاب ويالأولاد وسوى الطين حق الأولاد يعني بهذه الصيغة مروي في كتاب في إنجيل ليس من الأناجل الأربعة يسمى إنجيل الصبا أو الطفولة وهذا الإنجيل يسمونه من الأناجل غير القانونية وغير القانونية يعني غير الثابتة عند النصارى بس الأربعة ثابتة عندهم أما غير القانونية مثل إججيل برنابة مثل هذا الإنجيل في هذا الإنجيل ذكرت القصة لكن يبدو أنه أيضا ابن اسحاق ناقلها من هذا الإنجيل غالبا بهذه الصيغة يعني المعجزات الأخرى انتهينا من إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير لكن يبدو أن هناك رواية يرويها العياشي مرسلة في تفسيره يظهر بأن هذه المعاجز الأربعة بدأت وسن المسيح السابعة والثامنة قال مكث عيسى حتى بلغ سبع سنين أو ثمان فجعل يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون لكن الرواية مرسلة الحمد لله عندنا سنة لها في كتاب قصص الأنبياء مسند إلى محمد بن الحلبي عن الصادق عليه السلام يقول كان بين داوود يعني أول الرواية وعيسى أربعمائة سنة وثمانين بين داوود وعيسى أربعمائة وثمانين سنة ومكث عيسى حتى بلغ سبع سنين أو ثمانية فجعل يخبرهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم فأقام بين أظهرهم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويعلمهم التوراة وأنزل عليهم الإنجيل لما أراد أن يتخذ عليهم حجة وكان يبعث إلى الروم رجلا لا يداوي أحدا إلا برئة من مرضى هنا مو المسيحي بره تلميذة يدستلميذة تلميذة في الواقع يبرئ المرضى يبرئ من مرضه يبرئ الأكمه والأبرص حتى ذكر ذلك لملكهم فأدخل عليه فقال أتبرئ الأكمه والأبرص قال نعم قال آتي بغلام منخسف الحدقة ما لا حدقة يعني حدقة ما لا داخل تدرون شايفين بعض العميان أصلاً شننا ما عنده شيء داخل منخسف الحدقة هذا مقصود لم ير شيئاً فأخذ بندقتين فبندقهما ثم جعلهما في عينه ودعا فإذا هو بصير فأقعده الملك معه وقال كن معي ولا تخرج من مصري فأنزله الله فأنزله معه بأفضل المنازل طبعاً الحديث بقية تتعلق بإحياء الموتى لأنه للم ندخل في إحياء الموتى سأؤجل بقية الحديث في الواقع وروى القم أيضاً في ذيل وأبرئ والأكمه والأبرص بسنده عن أبي جارود عن أبي جعفر إن عيسى كان يقول لبني إسرائيل إني رسول وإني أخلق لكم من الطين وأنفخ لكم فيه فيكون طيراً قالوا ما نرى الذي تصنع إلا سحراً ثم طلبوا منه آية أخرى فيخبرهم بآية أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون إبراء الأكمة والأبرص موجود إبراء الأكمة مو موجود إلا في مورد واحد في الإنجيل في إنجيل مرقس فقط مورد واحد يبرأ الأكمة يقول ووصلوا إلى بيت صيدة فجاءوا إليه بأعمى إلى المسيح وتوسلوا إليه أن يلمسه فيأخذ فأخذ بيد الأعمى وقادها ليخرج القرية وهناك ليخرج من القرية وهناك تفل في عينيه يعني أخذ الصغير أو الأعمى خارج القرية هناك تفل المسيح في عينيه ووضع يديه عليه وسأله أتبصر شيئا فتطلع فتطلع وقال أبصر الناس وأراهم يمشون كأنهم أشجار يعني كأنه مو واضحا ديه فوضع يده يليسوع يده بورة أخرى على عيني الرجل فأبصر جيدا وعاد صحيحا يرى كل شيء واضح ثم قال له لا ترجع إلى لا ترجع إلى القرية أخرجه من القرية ولا ترجع لها هذا المورد الوحيد الذي في إنجيل مرقس ذكر أنه الأعمى وأما إبراء الأبرص فكثير يتكرر في الأناجيل أوله في إنجيل متى ولما نزل يسوع من الجبل تبعته جموع كثيرة ودنى منه أبرص فسجد له وقال يا سيدي إن أردت فأنت قادر على أن تطهرني يبدو يفترض أنه أنا أبرص لأني نجس لأني حاشتني قدارة نفسية فأنت قادر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه وقال أريد فأطهر فطهر من برصه في الحال وتتكرر ما بيأذكر كل طبيعة الحال أما بقية المعاجز إن شاء الله نكملها في المرة القادمة اللهم اشرح بالقرآن صدورنا وأنطق بالقرآن ألسنتنا ونور بالقرآن بصائرنا واستعمل بالقرآن أبداننا وأعنا على ذلك أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين اشتركوا في القناة